اول اتصال سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله اتفضلي 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 اه ايه يا دكتور لو سمحت انا في حاجة جاتلف في كعب برجلية اصبعها شقة عظمية صح فممكن اتسم يعني ايه شقة وايه علاجها طيب اتفضلي اغفلوا وانا حقولك العلاجلين دي حاجة معروفة هي طبعا الشقة العظمية دي في عدمة الكعب الملامسة للارض عدمة الكعب دي حضرتك اللي هي في مؤخرة القدم من تحت وجزء منها بيلامس الارض وجزء منها في ظهر الرجل تحت البزين الرجلين كده اللي كده طعا دي الحتة اللي بتلامس الارض ساعة تطلع نتوء عظمي والنتوء العظم ده بيبقى عامل بالزبط زي السيف يعني عامل كده لنسب يعني زي السيف مسلس وله راس تبقى بتغز في اللحم وهنا الالم متوقع اما الانسان يقف اه يعني مثلا دي القدم دي القدم هي بتبقى هنا في الكعب منتعه اه فالواحد هو نايم عادة ما حسش بألم تمام اول ما ييجي يقفت شوك لان هي عاملة كده وقفة كده بتبقى طولة مسحواني ثلاثة مين لاربعة ملي تمام الشوكة العظمية دي مزعجة في العلاج ولكن ممكن ندي جرابة كده معانا اه ناخد مثلا الفن خمسين ملي جرام اه حباية بعد الغد وحباية بعد العاشة لمدة 15 يوم ممكن تشيل التهابات اللي حواليها ممكن ناخد برضو مرهم زي ديكترين او اه الاحسن اه مراهم اي مراهم كورتزون ندهنها او فولترين مرهم في المنطقة دي مرة صبح ومرة بالليل اه موعد كيش ان العلاج حيكون نهائي تمام ان احيانا بنحقن كورتزون جوه المنطقة دي عشان تاكل العظمة في سن العظمة في الكعم والعملات الجراحية للأسف وما بتتعامل بترجع تاني يعني غلصة شوية